متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حالة النهاردة حقاري ما بين نموذجين نموذج الاول هو ديب سيك ار وان وفايف تو ايت والنموذج ده اتكلمت عنه من يومين اعلنت عنه ديب سيك هذا التحديث الرائع بصراحة من وجهة نظري ولكن كان المشكلة موجودة في الكتابة الابداعية كنت نزلت بوستة على القناة قلت لا تستخدمه في الكتابة الابداعية لانه بيهلوس بالنسبة ليه النموذج الاخر وده ليه بالذات نموذج اوثري اللي هتكلم عنه النهاردة النموذج ده ليه ان هما بيقولوا انه هو في مستوى اوثري الناس اللي جربته والناس المتخصصة قالت انه هو في مستوى اوثري وده اللي احنا هنبص عليه من خلال نمازج بسيطة ونقارن ما بين ديب سيك ار وان وفايف تو ايت ونموذج اوثري من اوبن اي اي هو نموذج محسن اي معنا نموذج جي بي تي فور بوينت فايف بيجمع ما بين السرعة والدقة والقدرات المتقدمة عن فور بوينت فايف يلا بينا نبص بشكل عملي على كل من نموذج ديب سيك ار وان وفايف تو ايت ونموذج اوثري ونشوف هل فعلا ديب سيك ار وان وفايف تو ايت في نفس مستوى اوثري ده اللي هنشوفه النهاردة ورجعنا لكم مرة تانية علشان نقارن ما بين ديب سيك ار وان وفايف تو ايت واثري من ناحية الاداء ولكن تعالوا نبص بصة سريعة كده بالنسبة لي الكونتاكستلنس في حالة ديب سيك ار وان هتبقى مية تمانية وعشرين كي طبعا ار وان وفايف تو ايت بس عشان ما انطقش الكلمة كاملة يعني بالنسبة لي اوثري متين كي بالنسبة لي البرايسنج في حالة الامبوت توكنز 0.5 لكل مليون توكنز في حالة الديب سيك وبالنسبة للاودبوت هيبقى 2.15 مليون توكنز بالنسبة لي الابن اي اوثري الامبوت توكنز عندك للمليون طبعا عشرة دولار وللمليون بالنسبة للاودبوت اربعين دولار وعشان اوثري بينتج امجز فتكلفة الالف حوالي 7.65 دولار ويلا بنا نبص على الاداء اول تسكي معنا النهاردة هيكون في الاستدلال المنطقي السؤال هيقول ان احمد has twice as many apples السارة عنده apples مرتين زي اللي مع سارة لو سارة عطيتله 3 تلاتة تفاحات احمد هيكون معاه 17 تفاحة how many apples did سارة have originally سارة معاها قدقيه في الاصل او في الاصل كان معاها كام وحبتدي ادوس انتر ولكن قبل ما ندوس انتر ما ننساش وإحنا شغالين كده على open ai ان احنا نختار o3 لان هو ده اللي المفترض ان احنا بنختبر هل deep seek r1 o5 to 8 وصله ولا لأ وندوس انتر ونشوف الاجابة هنا عطاني الاجابة بيقول لي احمد معاه مرتين زي اللي معه سارة من الاول بعد سارة ما عطيته 3 تفاحات سارة دلوقتي معاها s ناقص 3 apples احمد معاه 2s plus 3 يبقى دلوقتي احنا كده عرفنا سارة معاها s ناقص 3 واحمد معاه 2s plus 3 زي التلاتة دول التفاحات اللي عطيتهم سارة لأحمد حولها لمعادلة رياضية زي ما احنا شفنا وبعد كده قال لي ان الاس ده هيسوي 7 سارة في الاساس كان معاها 7 تفاحات واحمد في الاساس كان معاه 14 لما سارة عطيته 3 تفاحات بقى معاه 17 تفاحة وبقى هي معاها 4 تفاحات لكن original هي معاها 7 تفاحات تعال نشوف بقى حيجاوب عليه ازاي deep seek r1 هنا انا رحت الdeep seek r1 و 528 على open router تقدر تستخدمه على open router شكل مجاني هبتدي ادي له نفس السؤال وحدوث enter طبعا هو reasoning model هيبتدي يفكر هايفين هو بياخد وقت ولكن تعال نشوف طريقته في الاجابة بس الطريقة اللي جاوب بيها اسري بيقول ان اس ده number of apples اللي صارة معاها بشكل اوريجنالي من الاول خالص اعطيته 3 تفاحات بقى معاها اس ناقص 3 ودلوقتي اصبح احمد معاه 2s plus 3 17 تفاحة عمل العملية الرياضية بتاعته بس الاول زي ما قلتاك احنا منشوف مش العملية الرياضية الاستدلال المنطقي طلع قيمة الاس بتسوي 7 عصارة كان معاها ايه في الاساس وكمان عمل verification وشرح بيها طريقته جيدة نقدر نقول بالنسبة لي الاستدلال المنطقي بالنسبة للسؤال الرياضي البسيط اللي احنا عاطنا هوله ولكن زي ما قلتلك هو كان محتاج تفكير منطقي نقدر نقول ان ديب سيك اروان قدم خطوات حل منظمة لكنه كان ابطأ شوية في الاستجابة بالنسبة للأوس ري جاوب بسرعة وشرح الخطوات بشكل مختصر وواضح بالنسبة للديب سيك منطقي ودقيق لو انت عايز تستنى عليه شوية ولكن بالنسبة للسرعة فأوس ري هو الاسرع وزي ما قلتلك النتيجة مختصرة وواضحة ايضا يلا بينا نشوف الاختبار التاني الخاص بالكتابة والتحليق حنبتدي هنا نديله مقالة يكتبها مكونة من 150 كلمة وبالنسبة لي الديب سيك اروان انا حابة عن الكونتنت العربي لان النماذج الصينية في العربي زي ما قلتلك هو بهلوس بشكل عام في الكتابة الابداعية باللغة العربية بالذات وانا من في لغة انجليزية ما جربتوش معاكم المرة اللي فاتت ولكن انا حبتدي اختبر يكون المقال باللغة الانجليزية افضل عشان برضو احكم عليه في الكتابة باللغة الانجليزية الاول حستخدم O3 وهقوله write a 150 word article about benefits of AI in education وحبتدي ان انا ادوس انتر ممكن طبعا تفعل ال search انا مش هفعل ال search انا حبتدي ادوس انتر عملية التفكير خالية 13 ثانية اعطاني المقالة الصغيرة المكونة من 150 كلمة ممكن عشان الوقت عشان نشوف ونحكم هنعمل لها ترجمة الى العربية نعلي وحاول الذكاء الاصطناعي في صورة دراسية لابيئات تعلم ديناميكية مخصصة لكل طالب فمن خلال تحليل الاف نقاط البيانات زمن الاستجابة بتقدم دعم المتعثرين بتسمح المتفوقين بالتقدم ده بالنسبة ل150 كلمة اللي عطاهالي تعالى نشوف نفس التاسك مع ديب سيك حبتدي ادوس انتر طبعا هو من الافضل نحن نفعل بس انا حبيت اشوف برضو النتيجة بتاعته في حالة عدم البحث عبر الانترنت طبعا هتكون البيانات اللي عنده لها وقت محدد فحالة شاجي بتي خد 13 ثانية ايضا لتنين واحد هنا بيقول لي ان الذكاء الاصطناع يحدث تحول سريع في مجال التعليم مقدما فائد كبيرة لكل من الطلاب والمعلمين حيث تحلل المنصات التكيفية اداء كل طالب على حدة وتعدل المحتوى وسرعة التقديم وصعوبته يقدم دعما للمعلمين علاوة على ذلك يعزز امكانية الوصول اتوات المتاحة مثل الترجمة الفورية والنصوص من خلال تخصيص مصارات التعلم انا شايفة بصراحة ان اجابته افضل ما احنا شفنا بالنسبة لي الكتابة انا شايفة ان المقال اللي كتب هو مقال صغير لكن بالنسبة لديب سيك انا كنت شايفة ان مقال الكتب بشكل جميل للرغة الرسمية ودقيقة وسهلة الفهم اما بالنسبة لي او سري الاسلوب كان ثقيل شوية في التعبيرات المستخدمة ولكنه جيد ايضا حبتدي اروح على او سري عشان اختبره في عملية التلخيص والتحليل هنا حكتب الامر الخاص بعملية التحليل بتاع البي دي اف والسامريزيشن حبتدي ارفع تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف حدوس انتر عملية التفكير خدت منه 28 ثانية علشان يديني عملية التحليل انا بيعجبني اوسري في طريقته في التنظيم الخاصة بتحليل اي ملف زي ما احنا شايفين بيقيم البنية والغرض ويديني نقاط القوة اللي طلبتوا منه من خلال الامر اعطهولي وعطهولي بشكل منظم انا شايفه حتى الان موضوع منظم جدا وعطاني خاتمة في الاخر هاخد نفس الملف وهاخد نفس الامر وابتدي استخدمه معادي بسيك R10528 هحط نفس الامر وارفع نفس الملف دوس انتر انا اعطياله الPDF بالعربي هو عطاني التحليل بالانجلش زي ما انتوا شايفين وعلى رغم ان التحليل جيد جدا طريقته في التحليل انا شايفة كويسة جدا ومنظمة لان انا بتعجبني برضو طريقة DPCR1 بشكل عام هو عطاني الملخص بتاعي عطهولي باللغة الانجليزية زي ما احنا شايفين اعتقد ان شايفة جي بيتي وحبتدي وحبتدي ان انا ادوس انتر وحبتدي وحبتدي بشكل عطاني انا شايفة جي بيتي انا شايفة جي بيتي سايفة جي بيتي ودوس انتر تم الانتهاء من كتابة الكود هاخد الكود copy وابتدي اروح بي على html الانلاين فيور ابتدي حط هنا الكود هنا Alex Morgan fronted in the developer طبعا انا مش عطشاله اسم معين هو كتب الاسم من عنده تقدر تحط اي صورة بقى انت عايزها هو هو التنفيذ تقريبا هنا ما نقدرش ان احنا نقف على حاجات قوية عشان نقارن ما بينها ولكن تقريبا هما يعتبروا واحد يعني تعالا نقارن بقى في ويب بيج او ويب سايد اكثر تفصيلا اكتر يعني هنا الeducational platform بتاعتنا اللي احنا متعودين يعني انا كنت طبعا جايبة كل تفاصيل دي من شات جي بيتي في الاساس اللي هم بيجي شكل عامل ازاي الكريكلم outline الpotens نفسها sign up form وحبتدي هنا في tools اقوله write a code عشان ينفذ في الكنفس وحدوث enter 495 ستر برمجي كتبوا 3 وتعالى نشوف التنفيذ allow network access هقوله allow courses about contact home all courses web development artificial intelligence واقدر اتحرك زي ما انتم شايفين اقدر اعمل login يدخلني على form زي ما طلبت منه ادخل الاميل والpassword فيه كمان subscribe احط الاميل اعمل subscribe يجيلي معلومات او بيجيلي على الاميل الكورسات الجديدة تعال بقى نشوف التنفيذ على open router بالنسبة ل R10528 انا كنت اعطياله مسبقا التاسك علشان ينفذ الكود لان احنا عارفين ان استجابته هتكون ابطأ شوية وبالتالي الكود هاخد وقت حبة تم الانتهاء من كتابة الكود هبتدي اروح ال html online viewer عشان اشوف التنفيذ بتاعه الhome الكورس الكاتيجوريز الانستركترز في الكورس mobile development web development تنفيذه حلوة قوي هو بس مش بيحط لك ودي حاجة انا شايف انها كويسة يعني هو مش بيحط لك صور من برة يعني هنا اثري يعطاك صور وطلب يأكسس على النيتورك علشان الURL الخاصة بالفورم والخاصة بالصور هو مش بيستعين بURL من برة انت بس بتعدل على الكود ولكن تنفيذه جيد نقدر نقول انه هو في البرمجة لما اختبرناه مع المثال البسيط اللي هو كان عبارة عن كود HTML اللي بتاعي التعريف فيها صورة واسمه bio بالنسبة لديب سيك اعطاني كود ضيف ومنظم بالنسبة ايضا لو اثري اكيد كود ضيف وممتاز مع توضيحات بالنسبة لي اللي فيها تفاصيل كتيرة انا من وجهة نظري الاتنين الاداء بتاعهم كان جيد عايزة اسمع رأي المبارمجين في التعليقات اللي هما متخصصين انت شايف مين افضل الاو ثري ولا ديب سيك ار وان او فايف تو ايت يلا بينا مع بعض الاخر تسك معين نيجي بقى الاخر تسك معين وهو اختباره في التحليل والجدل يعني السوشال ميديا تضر اكتر ما تنفع قدم لي ثلاث نقط جدلية بتسابورت الموضوع ده وثلاثة اجانست الموضوع ده وفي الاخر خالص اديني الكونكلوجين بتاعك ده بالنسبة ال او ثري هدوس انتر هنترانسليت انتو ارابيك عشان يبقى قدامنا كل حاجة بالعربي بس اخدت المثال باللغة الانجليزية عشان حاخده ايضا على ديب سيك ار وان باللغة الانجليزية وزي ما اتفقنا انه هو في اللغة العربية تتعامل لمزج الصينية في تعملها مع اللغة العربية مش تبقى جيدة هنا هايديني ثلاث حجج تؤيد القول ان وسائل التواصل الاجتماعي الحقت ضررا اكبر من النفع بالنسبة لي او الحجة الخاصة بي الحق الضرر او الضرر اكبر من النفع تدهور الصحة النفسية خصوصا بين المراهقين وده قايم على المقارنة الاستخدام الكثيف القائم على المقارنة يعمل ارتفاع للقلق والاكتئاب وتراب النوم وضعف تأدير الزيت ايضا تضخيم المعلومات المضللة وتطرف استخراج البيانات وفقدان الخصوصية كل ده عبارة عن ضرر اكتر منه نفع بالنسبة للحجج اللي بتؤيد ان النفع اكتر التواصل العالمي والدعم الاجتماعي ديمقراطية الوصول للمعلومات فرص اقتصادية وتعليمية بالنسبة للكونكلوجين او الخلاصة بيقول ان وسائل التواصل الاجتماعي مضخم قوي لنقاط الضعف والضعف الانسانية معا ارى ان اثارها الصاف اليوم يميل الى استلبية قليلا لان نموذج عائدتها قائم على خطف الانتباه على حساب رفات المستخدم ولان القوانين لم تواكب التطول لكن التكنولوجيا نفسها محايدة فمع رفع الوعي الرقمي وتحسين تصميم المنصات كاضافة عوائق قبل اعادة النش وفرض الخصوصية وضع سياسات مدروسة يمكن ان ترجح كافة المنافع الحكم النهائي لم يكتب بعد ونحن جميعا شركاء في استياغاته هنا ده رأيه هو او سري نفسه يعني التلات فرديات دول هو جابهم من خلال المعلومات اللي عنده او النالج اللي عنده سواء كان بالنفع او بالضرر انحيازه للنفع او الضرر وفي الاخر هو عاطى رأيه زي ما احنا شايفين تعالوا بقى نشوف ديب سيك ار وان حيعمل ايه في هذه الجزء ايه طس كده مع ديب سيك ار وان هو عطاني النتيجة باللغة الانجليزية نترجمتها عشان يديني ترجمة حرفية اللي هو كتبه هذه ترجمة متوازنة يعني كمان مش ترجمة تعتبر حرفية متوازنة للتحليل السابق الأدلة تربط دراسات عديدة لاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بزيادة معدلة القلق اللي هو تأثير السلبي على الصحة النفسية ورفاهية انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة والتآكل الثقة خد بالك هنا هو كاتب بتفصيل شوية عن مكاتب الأوثري وتحس ان هو مستخدم بعض الاكسبريشنز التقيلة شوية زي الفومو زي الايكو شامبرز ايضا بالنسبة لتأكل خصوصية واستغلال البيانات الأدلة والآلية بالنسبة لي الحجج ضد القول بانها تضر اكتر من النفع الاتصال والتواصل تضخيم الاصوات والحركات الاجتماعية والنشاط الوصول الى المعلومات والتعليم والفرص الاقصادية هنا هو عصيني خاتمة الخاتمة دي بناء على الكلام المكتوب فوق وفي الاخر خالص حيبتدي تديك رأيه لذلك بينما توجد امكانية لتحقيق خير هائل يعني في الوقت اللي حيتحقق خير هائل فالموضوع ده برضو ممكن يسبب الى ضرر اجمالي كامل علمات المغلوطة والخصوصية اللي هي الحاجات المهمة دي دي مشكلة كبيرة على المستخدم وعلى المجتمع بيفوق الفوائد الجوهرية ومع ذلك فان هذه النتيجة السلبية ليست حتمية وشيء برضو انه مش شرط ان ده دايما يحصل ويكون له ضرر لازم يبقى فيه تنظيم فعال والاتنين بيتفقوا على هذه النقطة على حماية المستخدم يعني تقريبا هما الاتنين مجاوبين نفس الإجابة بس انا شايفة ان اروان مجاوب بشكل مفصل اكتر نقدر نقول بالنسبة ليه اختبار التحليل والجدل ان ديبسيك تحليله اعمق واكتر تركيزا ووثري تحليل متوازن بلغة بسيطة ديبسيك عطى تحليل شامل مع استشهادات دقيقة اسلوبه اكاديمي شوية متعمق ومدعوم بأدلة اما بالنسبة لأوثري فهو متوازن اكتر في توازن بين وجهات النظر وامثلة عملية مبسطة نقدر نقول ان كل نموذج ليه قوته لو انت بتدور على ادوات مجانية ديبسيك هو يقدر ان انت تستخدمه لانه هو مفتوح المصدر ام لو كنت بتدور على السرعة والمنطق فالأوثري طبعا اوثري استجابته سريعة جدا لكن في الاول وفي الاخر انا شايف ان كل واحد بيقرر ايه الافضل ليه بناء على تجربته الشخصية والتجربة هي خير دريل فاريد تشاركوني رأيكم في التعليقات وبكده اكون وصلت نهاية فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو عملتي فيه مجهود بصراحة وتعبتي فيه جدا فأتمنى ان انتو تقولوا رأيكم فيه التعليقات لان رأيكم فعلا بيهمني اشوفهم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You زي بقولكم في نهاية كل فيديو تنسوش تدعمونا باللايك وشير والكممنت لو كنتم من متابعين العزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة ننساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته